بعد انتهاء أيام عيد الأطحى المبارك يشارف الطلب على استقبال عام جديد للمدارس والجامعات واللهكون بالعون هي الكلمة الأبرز بأجوبة الأردنيين بسبب نفقات متتالية بدأت بشهر رمضان الكريم ومن ثم عيدي الفطر والأطحى والآن نفقات التحاق الطلبة بالمدارس والجامعات ورغم اختلاف أجوبة المواطنين إلا أنهم أجمعوا على أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ليست على ما يرام الله يعني الله يكون يبعون الناس كلها بشكل عام شايف علي بس كل واحدة قد فراشهم من الدجرية يعني الناس يعرف المستلمات الرواتبها بدرين والرواتب يعني رح يكون بين الراتب الراتب حدوث شهر ونصر الراتب اللي بعدي وكله على الله شو بدك الساوية والله فعلا المعاناة الشهر هذا رح يكون زي شهر العيد الصغير أخذنا الرواتب والعيد ومدارس الله يكون بالعون المشكلة السياسية واقتصادية المشكلة الاقتصادية بحاجة لتمهيدي من جانب السياسي والحلقة مفرغة وما حدا دهق الجرس مع الأسف واللي بدو قل الجرس يعني بتنقع عرطاقيته زي ما بقوله فالموضوع الاقتصادي موضوع بحاجة إلى مواجهة ومقارنة حقيقية ولكن بدنا نتحل بشجاعة كافية لعمل إصلاحات سياسية جذرية وليس إصلاحات هوائية تصطدم بسقوف واطئة جدا فش معها سيولة الناس يعني والأسعار غالية والله يعني الناس يعني ما بنحكي غير الله يفرجها بس تمام والحمد لله رب العالمين تدن الرواتب وغلاء الأسعار وارتفاع الضرائب ثلاثة عوامل أثقلت كاهل المواطن الأردني الذي تخبطت أحواله بسبب السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة رامل عيسى الحقيقة الدولية